هذا وقت بادل رئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وأعرب رئيس السيسي في برقياته لأشقائه الزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهنيه القلبية بحلول الشهر الفضيل داعياً الله عز وجل أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم بالخير واليمن والبركات كما أكد رئيس السيسي أن حلول شهر الصيام والقيام الذي استفى الله لنزول القرآن الكريم هنا للناس وهو مناسبة مباركة للتمسك بالقيم النبيلة التي جاء بها والتي تحطن على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي من أجل عالم أفضل ومستقبل مشرف لشعوب الأمة الإسلامية ولشعوب العالم كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة إلى مسلم مصر في الخارج نقلتها صفاراتنا وكنسلياتنا حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وطلق الرئيس السيسي ببرقية تهنئة بحلول الشهر المبارك من كبار رجال الدولة عربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطسب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام رقي ورخة